رح مع حضراتكم الآن وموجز الأهم وآخر للأنباء موجز الثامنة صباحا مع رجاء رمزي اتفضل رجاء شكرا محمد مشاهدين الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينش موجز للأخبار من التلفزيون المصري أهلا ومرحبا بكم التقى وزير الخارجية بدر عبدالعاطي بوزيرة خارجية جمهورية الكونغوة ديمقراطية تريزا كايكو وامبا على همش مشاركاتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اتفق الوزيران على مواصلة جهود تطوير علاقات التعاون الثنائي وبناء الكوادر من خلال خبرات مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام وشهد لقاء بحث إمكانية مساهمة مصر في تنفيذ المشروعات ذات الأهمية الحيوية للكونغو في مجالات الطاقة والبنية التحتية كذا مناقشة أهم القضايا ذات الصلة بأولويات دول القارة شرك وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي في المؤتمر الصحفي المشترك للوزراء أعضاء اللجنة الوزرية العربية الإسلامية بشأن فلسطين ذلك على همشي الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي عقدت حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط تنناول عبدالعاطي التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث وشدد على الرفض الكامل لأن تكون هناك دولة فوق القانون لا تخضع للمساءلة فيما جدد التأكيد على ضرورة اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يؤدي إلى وقف الحرب دائرة وتحقيق وقف فوري وشامل ودائم لأطلاق النار في غزة ولبنان وتجنيب المنطقة الإنزلاق إلى حرب إقليمية مفتوحة أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن مستشفيات ضاحية بيروت الجنوبية ستجلي مرضاها بعد الغرات الإسرائيلية التي استهدفت فجر اليوم الضاحية الجنوبية لبيروت ذلك مع تكثيف إسرائيل هجماتها على حزب الله بعد ضربة جوية على مركز قيادة لاستهدفت خلالها الأمينة العام لحزب الله حسن نصر الله وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث يخزن حزب الله الصواريخ مضادة لسفن على حد قوله في المقابل أعلن حزب الله عدم صحة ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي حول وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن فريقه بضمان اتخاذ السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط كافة التدابير الاحترازية فيما ذكر البيت الأبيض أن الرئيس بايدن تلقى عدة إحاطات من فريقه للأمن القومي حول التطورات في منطقة الشرق الأوسط كانت السفارة الأمريكية في بيروت قد أعلنت أنه لا إجلاء للمواطنين الأمريكيين في الوقت الحالي مشيرة إلى وجود رحلة تجارية ومن يريد مغادرة لبنان عليه الترتيب لهذا قال وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أن الخيارات التي تتخذها جميع الأطراف في الشرق الأوسط في الأيام المقبلة ستحدد المسار الذي ستتخذه المنطقة ستكون له عواقب عميقة لسنوات قادمة وخلال مؤتمر صحفي على همش الجمعية العامة لأمم المتحدة أكبر لكن أن واشنطن أوضحت أنها تعتقد أن السبيل للمضي قدما سيكون من خلال الدبلوماسية وليس الصراع كما حذر وزير الخارجي الأمريكي من أن واشنطن ستتخذ كل الإجراءات اللازمة إذا تعرضت مصالحها للهجوم وستتصاعد العنف في الشرق الأوسط مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات ضد أي طرف يستغل الوضع لاستهداف الطواقم الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة استشهد 13 فلسطينيا بينهم أطفال في قصف لطيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة وأفدت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طفلين استشهد بقصف من مدفعية الاحتلال وقصف منزلا في بلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة كما استشهد سبعة مواطنين في قصف على مناطق عدة في محافظة رفح الفلسطينية حيث قصف طيران الاحتلال منزلا في منطقة المواصي ما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين بينما ارتقى أربعة آخرون في قصف استهدف منزلا في بلدة النصر شمال شرق المدينة رياضيا توي جال فريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطلا للسوبر الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخه بفوزه على نادي الأهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياضة سجل هدف الأهلي وسام أبو علي من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والأربعين فيما أدرك ناصر منسي التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة السابعة والسبعين لينتهي الوقت الأساسي بالتعادل ثم حسم الزمالك المباراة بركلات الترجيح بنتيجة أربعة أهداف لثلاثة وبذا رفع الزمالك رصيده إلى خمسة ألقاب في المسابقة بالمركز الثاني بين أكثر الفرق تتويجا خلفا للنادي الأهلي بثمانية ألقاب مشاهدين انتهى موجز الثامنة عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر لكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر